بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي لنتعرف على حياتنا المستقبلية التي وعدنا الله بها والتي وصفها لنا الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام بإذن الله تعالى سأختار لكم أجمل ما قيل عن وصف الجنة من الآيات القرآنية المجيدة والأحاديث النبوية الصحيحة في سلسلة مختصرة حتى لا ننسى أرضنا الحقيقية ودارنا الأصلية لتكون تسلية لنا على الطريق وحثا للهمم للوصول إلى جنات النعيم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم نبدأ بهذا الحديث الذي هو من أعلى درجات الصحة متفق عليه عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء متفق عليه وفي رواية لهما لكل واحد منهم زوجتا يرى مخ سويقهما من وراء اللحم من الحسن هذا الحديث من أعلى مراتب الصحة متفق عليه عند البخاري مسلم وهذا الوصف حقيقة يعني وصف راقي وصف عظيم تتجلى به الكرامة الإلهية لأهل الإيمان الطيبين الصالحين يكرمهم الله تعالى بأن يجعلهم كالنور على صورة القمر ليلة البدر الأمور المستقدرة في الإنسان في الدنيا تذهب وتتلاشى وتتبدل أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك يعني الطعام الذي يأكلونه يخرج من أجسامهم كرشح الرشح العرق الخفيف كرائحة المسك ومجامرهم الألوة يعني المباخر التي يتبخرون بها وما ظنكم ببخور أهل الجنة وما ظنكم بعطور أهل الجنة الله أكبر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه يعني من سعة هذه الخيمة التي طولها ستون ميلا إذا ذهب إلى زوجاته لا يرى بعضهم بعضا من سعة هذه الخيمة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهبوا ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوى فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملآة فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملآة فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزله متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر رواه البخاري عن سهل بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر متفق عليه عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته متفق عليه لا تضامون أي لا يلحقكم مشقة ولا تعب ترون الله واضحا قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل رواه مسلم نسأل الله العظيم الكريم المجيد أن يكرمنا برحمته وفضله بهذا الشرف وهذا النعيم العظيم بأن نرى وجهه الكريم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة